كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن العزوبية ونحن في هذه الأيام على أبواب فصل الصيف فصل الأعراس وفصل الخطوبة وفصل الارتباط والقران تحدثنا في حلقات سابقة عن الخطوبة والارتباط وتشجيع الشباب على الزواج ولكن اليوم حديثنا عن العزوبية العزوبية التي جعلت الكثير من الشباب والشابات والفتية والفتيات يفضلون حياة الحرية ويرفضون الارتباط مع الشريك آخر برباط مقدس حتى صار بعضهم يقول العزوبية تاج على رؤوس العزاب لا يراه إلا المتزوجون على نصق الأصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يراها إلا المرضى هذه العزوبية أصبحت مشكلة تأخر سن الزواج ودائما الإنسان يماطل صارت مشكلة كبيرة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من المجتمعات فهذه العزوبية آخذتهم في الارتفاع في مختلف البلدان حتى المتقدمة منها مثلا الآن الأمريكا المعروفة بأنها من أكبر دول العالم من أشد الأزمات التي تعاني منها هو مشكل العزوبية الذي يمتد بشكل مخيف وكذلك في اليابان وهي دولة متقدمة عالميا المشكلة الأكبر التي تعاني من اليابان الآن مشكلة العزوبية وكذلك الصين والهند هذه كلها باتت تشعر بالقلق الكثير من القلق في هذه الدول بسبب العزوبية والبرازيل أيضا حطم رقما قياسيا في العزوبية حتى بعض الدول الإسلامية كما في إيران إيران أيضا تعاني وتدق نقوس الخطر الإحصائيات عبر العالم تشير إلى أن نسبة البالغين الغير المتزوجين في الغرب وفي باقي دول العالم ستصبح قريبا أعلى من نسبة المتزوجين وإذا وقع ذلك سيكون له تأثير كبير على المستوى الاجتماعي والاختصادي والنفسي تأثيرات عميقة جدا للأسف في بعض الدول نصف البالغين الغير المتزوجين يعيشون لوحدهم من يسافر إلى بريطانيا مثلا أو إلى لندن سيلاحظ بأن هناك وحشة ووحدة رغم التقدم التكنولوجي ورغم البنايات الشاهقة ورغم حقوق الإنسان والديمقراطية والعيش الكريم ولكن الناس يعيشون لوحدهم وهذا أدى إلى تغير نمط الاستهلاك لوحد في الجانب الاقتصادي ارتفاع المبيعات السنوية لوجبات الطعام الجاهزة وجب الطعام يفضلها العزاب يعني فوسفود بسرعة يأكلها وينطلق الزواج أيها الأحبة الكرام باعتباره النموذج الاجتماعي المهيم على تاريخ البشرية يبدو بأنه في عصرنا الحالي بدأ يفقد قبضته وبالتالي لاحظنا في السنين الأخيرة تمدد هذه الظاهرة البعض يرجع هذه الظاهرة كون أن العزوبية لها أسرارها ولها جمالها فهم يرفضون الزواج باعتبار أن القفص الدهبي فيه مشاكل كثيرة ولم يفتح أبوابه لهم فالشخص العازب ربما قد يستمع إلى بعض الأشخاص المتزوجين يشكون همومهم ويعبرون على أنهم يشتقون لحياة العزوبية فلما يسمع هذا الكلام ويرى بأنه هو حر يقول لماذا أريد أن أتعب نفسي بحياة مليئة بالضغوطات اليومية والمسؤوليات الأسرية والالتزامات المتعددة مع الزوج والأبناء العازب يقول أنا سيد نفسي أنا أعيش في المرحلة العمرية التي أكون فيها غير ملزم وغير مقيد بأي شيء عندي الاستقلالية في كل شيء يقول أنا سيد نفسي العازب له أن ينام وقت ما يشاء ويستيقظ وقت ما يشاء يمكت في البيت أو يخرج كما يحلو له دون التزامات حتى منهم من يقول أنت عازب تأخذ كل السرير لنفسك تتقلب ذات اليمين وذات الشمال تضع المكيف على الدرجة التي تناسبك تترك الضوء مفتوحا أو الستارة مغلقة لا أحد يزعجك بخلاف المتزوج عليه دايما أن يقتسم هذه الأمور مع شريك حياته العزاب يقولون ويدعون بأنهم أقل توترا على اعتبار أن المتزوجين يعبرون عن توترهم وقلقهم العزاب يشعر بأن عنده وقت كاف للأفوية وعنده كامل الحرية يفعل ما يشاء وعنده المواعدة واللقاءات العاطفية كما يحلو له كل الإمكانيات ورد له أن يسافر أن يمكت أن يستيقظ مبكرا أن ينام إلى وقت متأخر من الليل أن يلبس ما شاءه حر له المزيد من الفرص للسفر والاستكشاف له الحرية في اختيار المكان الذي يريد أن يعيش فيه أو يقضي في عطلته بخلاف المتزوج دوما عليه أن يستشير وعليه أن يأخذ الموافقة وقد لا يحصل عليها ثم البعض يدعي بأن العازب عنده القدرة بأن يهتم بمستقبله المهني والوظيفي فالفترة العزوبية المتوصلة تجعل الإنسان يجعل كل طاقته وكل جهده في العمل وهذا يتيح له الترقي بسرعة في سلم المناصب سواء في الإطار الوظيفي أو في الشركات الخاصة لأنه يمكنه الوصول باكرا للعمل ويخرج بوقت متأخر ويضل اليوم كله فهذه كلها ادعاءات يقولها بعض العزاب ليقنعوا أنفسهم بأن العزوبية هي الأفضل وهي الفترة الذهبية لكن هذه العزوبية إذا طالت وطالت صارت تسمى عنوسة ومن ثم تبدأ المشاكل لأن الحياة في فترة الشباب مثل فترة الربيع مثل شهر الربيع سرعان ما ينتهي الشباب وتبدأ الكهولة ومن ثم فإذا طالت العزوبية تتحول إلى عنوسة وتؤدي إلى الكثير من السلبيات فيكفي أن من سلبيتها أن معدل السكاني في كل منطقة يزداد فيه الشيخوخة وعزوبية الشباب إذا طالت تكون لها أثر على صاحبها خصوصا في المجتمعات العربية كتكون عيب وعار أن الإنسان عازب وتكون الاتهامات والآثار السلبية تتجه أكثر للفتيات للعنصر النسوي لماذا مر عليها القطار فالناس كثيروا الكلام الذي يبدو من خلال الدراسات أن العزوبية إذا طالت فإنها تؤثر سلبا على صاحبها سواء على المستوى الصحي حيث أن هناك مشكلات جلدية بسبب انخفاض أو ارتفاع في إفراز بعض الهرمونات لأن الإنسان لما يبلغ واحد سن معين لا بد له من التزاوج هذا التزاوج سوف يؤدي إلى اندماج وسوف يؤدي لتوازن في الهرمونات وإلا صارت تبدو عليه الكثير من الأمراض الجلدية هذا يظهر خصوصا في الفتيات وحتى في الفتيان ثم هناك تأثير سلبي على الصحة النفسية هناك الكثير من العزاب يعانون من الاكتئاب ومن الوحدة ومن الوحشة ويشعرون بالفراغ بل منهم من قد تؤثر على المستوى العقلي يصبح عنده عقلية غريبة لأنه يصاب بالوسوس وأبسط أشياء يعاني من العزاب أنهم قد يشعرون بالغير من الآخرين خصوصا في المناسبات وفي الأعياد وفي الأفراح لما يكون الناس هكذا استطاعوا أن يؤسسوا حياة مشتركة ناجحة وسعيدة زوج وزوجة وأولاد يشعر بأنه لم يحصل مبتغاه وقد يشعر بنوع من الغيرة وقد يشعر حتى بالحقد أحيانا من الآخرين لماذا هؤلاء عندهم وأنا ليس عندي فهذا العزوبية لها أثار كبيرة على المستوى النفسي وعلى المستوى العقلي والصحي وتجعل الإنسان يشعر بالحزن يلازمه في كل لحظة لما يرى الزوج مع زوجته وأطفاله الصغار يلعبون ويرتعون ويسافرون ويدهبون إلى أماكن النزهة هو يكون أنداك وحيدا وقد يتجر من العلاقات الغير الشرعية وقد يصاب بنوع من الإحباط لهذا الزواج شيء ضروري ومؤكد هذه العزوبية وأسبابها كثير ومتعدد بعض الحكومات تريد في بعض الدول أن توجه هذه الظاهرة هذه الظاهرة هي قديمة منذ العهود السابقة ربما في عهد الإمبراطور أوستوس في روما كان هناك عزوبية وتظهر العزوبية أكثر والعنوسة كلما كان هناك حروب الحروب عادة يشارك فيها الرجال ويقتلون وتبقى هناك فائد في النساء ففي العهود القديمة كان هكذا وآخر حربين عالميتين الأولى والثانية التي شهدها العالم المعاصر أدت إلى انخفاض نسبة الضكور أمام الإناث وهذا أيضا أدى إلى ظهور العزوبية المطولة وموضة الأمهات العازبات لاحظنا في العهود القديمة كان هناك بعض الحكومات تفرض ضريبة ضريبة على كل من هو عازب وعنده القدرة وهذه الضريبة فيها نوع من الاعتداء على حقوق الإنسان قد يكون الإنسان وحر أرد أن تزوج أو أرد أن يبقى وحينا وحر لكن أن تفرض عليه ضريبة لأنه لم يتزوج وعنده القدرة على ذلك هذا مناقض ومصادم لمبادئ حقوق الإنسان نلاحظ في بعض الدول المتقدمة الآن في أمريكا مثلا عندهم هذه الظاهرة عوض أن يفرضوا ضريبة لا قاموا بتمويل ما يسمى بمبادرة الزواج الصحي مبادرة الزواج الصحي لتشجيع الأبوين الغير المتزوجين على الارتباط أمريكا هناك ظاهرة أن رجل يلتقي مع امرأة يعني لا يذهبون لا إلى القضاء ولا إلى العدول ولا إلى الكنيسة علاقة عاطفية التقوا في قارعة الطريق أو في المقهى أو في الشاطئ وتصير علاقة بينهما علاقة عاطفية يترتب عليها حمل ويكونون كالإخلاص ويسيرون هكذا ما عندهم أي وثيقة تثبت أنهم زوجين حقيقيين فقط عندهم حرية لا يؤمنون بالقانون ولكن هذه الظاهرة لما بدأت تمتد صارت تشوش على نظام الدولة واستقرار الأسرة هذا ما جعل في أمريكا يضعون ما يسمى بتمويل مبادرات الزواج الصحي يعتبروا هذه العلاقة غير صحية بل حتى في بعض الدول العربية مثلا في الإمارات العربية المتحدة نلاحظ بأن دولة وضع أنفقت منح كثيرة لتشجيع الزواج تعطي لمن أراد الزواج أنه يطلب منحة للسكان للعمل وتعطي منحة ضخمة بل إن الدولة ترعى حفلات الزفاف الجماعية دائما في مقتبل فصل الصيف تقيم حفلات وأعراس كبيرة جدا تسمى حفلات الزفاف الجماعية يشارك فيها الجميع فهذه الأمور هي مهمة للغاية من أجل تجاوز المشكلة للعنوسة والعزوبية لأنها فيها الكثير من الأثار السلبية إذا تسألنا ما هو منظور الإسلام الدين الذي يؤثر الفكر والعقيدة والسلوك في البلاد الإسلامية من هذه القضية الجواب أن الإسلام هو لا يقر بالعزوبية المطولة مدى ما لا يجد هناك منع نظر للزواج الزواج هو واجب على كل مسلم بالغ عقل لديه الإمكانيات المادية ويستطيع الزواج المسلم إذا كان بالغا وعقلا وعنده الإمكانيات ثم امتنع عن الزواج يكون عصيا لله لأنه يكون مخالفا لسنة الأنبياء والمرسلين فقد جاء في الحديث أنه كان ثلاث رهط من الشباب جاءوا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها ثم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من دنبي وما تأخر لما سألوا أزواج النبي عن عبادة النبي قالوا بأنه كان يقوم الليل وكان يفعل ويفعل ويفعل فقالوا هو غفر الله له ما تقدم من دنبي وما تأخر أما نحن فلا علينا أن نشتهد فقال أحدهم إني أصلي الليل أبدا ولا أرقد وقال الآخر وأنا أصوم الظهر ولا أفتر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا هدو تتديل الشباب كل منهم عند صدق في النية وعند قوة تديم وأراد أن يعبر عن عبادته لله الأول در واحد ندر أنه يصلي الليل سوف يقوم الليل ولا ينام تقربا لله اعتبر هذه عبادة الثاني قال أنا أصوم الظهر كل أيام السنة أصومها ولا أفتر والثالث اختار الاعتزال أنه يعتزل النساء يبقى عازب بدون زواج فلا أتزوج أبدا فلما سمع النبي الكريم بمقالتهم قال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفتر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وأتزوج النساء فمن رغم عن سنتي فليس مني هذا الحديث الصحيح المروي في الجامع للبخالي ومسلم يؤكد بأن الإسلام يحض ويحط على الزواج وينهى عن العزوبية وأن تكون مطولة وشبهها بالرهبانية ورهبانية ابتدعوها من عند أنفسهم ربنا لم يكتب عليهم بل إن النبي الكريم حذر واعتبر بأن ذلك فيه فساد حتى قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إذا طالت العزوبية انتظروا أن هناك الفساد هذا شيء متوقع ولهذا الأخيار يحرصون على أنهم يبتعدون عن هذه العزوبية ويجيدون لها الحلول من أهم الحلول المقترحة هي أننا ننشر تقافة الزواج بين شباب الأمة أبناؤنا وأبناء الوطن نشجعهم على ثقافة الزواج لماذا؟ لأنها ينتهي ببناء أسرة وهذه الأسرة تكون مؤسسة اجتماعية تضمن استمرار الحياة المطمئنة وهذا يقتضي من الدولة أن تبسط الإجراءات إجراءات الزواج والتقليل من متطلباته خصوصا الأسر التي تفرض المهر الغالي والعرس الثمين تقليل من طلباته ثم ينبغي أن يكون لك التيسير في التعارف ما بين الشباب والشابات إما عن طريق جمعيات أو مواقع معينة أو أسباب كثيرة وسائل الإعلام تسالف في التعارف بين الشباب والشباب والشابات الراغبين في الزواج وبالنسبة لأبناء الفقراء والمعوزين جميل أن تنشأ سنضيق بمساهمة الدولة بمساهمة رجال الأعمال بمساهمة كبار الشركات لإشهار تكون دورها هو توفير القروض بدون فائدة للمقبلين على الزواج قروض على المدى البعيد بدون فائدة لإقتناء السكن ولتجهيز البيت وغيرها قروض تسمى قردا حسنا قرد حسن لهؤلاء الشباب الجدد ثم لابد من الحكومات أيضا تتحمل مسؤوليتها بتوفير المزيد من فرص الشغل للشباب مبكرا فرص الشغل لإنسان بعد 25 سنة لابد أن يكون يعمل لابد أن يكون له مدخول أما إذا تجاوز الأربعين سنة ولازال عاطلا فإننا نكون أمام تشجيع للعزوبية والعنوسة والعياد بالله الذي يبغي أن أكد عليه أيها الأحباب الكرام أن الحياة الزوجية هي لها معاني رائعة ولها أسرار عظيمة ولا فوائد لا تقدر بتمن الإنسان حينما يتزوج يشعر بالسكينة والطمأنينة ويكون أسعد لما يرزق بالأطفال ويكون أسعد وأسعد لما يكون عائلة مستقرة ومنسجمة ومتناغمة فالزواج هو نصف الدين لكن ما نسمعه من الحنين إلى الحياة العزوبية يراوض بعض الأزواج وإذا ذكرنا أيامهم الأخرى هؤلاء ربما حكموا على تجربتهم بالنقصان أو الفشل وإلا فإن معظم الأزواج يعربون عن سعادتهم بحياتهم الزوجية رغم كثرة المسؤوليات المثقلة على عاتقهم معظمهم يرى بأن دوره هو أن يفكر في المستقبل وأن يرتقي بمستوى حياته مع زوجته ومع أولاده ومع كل هذا نؤكد بأن كل إنسان في أعماقه يعيش شاب أعزب لا يزال نائما ولكنه يستيقظ بين الفين والأخرى هناك أزواج تزوج منذ عشرين ثلاثين سنة ويقول لك أنا أشعر بداخلي شاب أعزب لا زال نائم لكنه قد يستيقظ في أي لحظة يبحث عن الحرية يبحث عن الخروج من القفص الذهبي يريد الاستمتاع بفوضى الحياة ويحب الوحدة واللمسؤولية هذه مسألة نفسية كما أن كل رجل بداخله طفل صغير وبداخله شيخ هرم أيضا بداخله أعزب يحب الفوضى ويحب اللمسؤولية ويحب الحرية بين الفين والأخرى وعلى المرأة أنها تدرك هذه الحالة في زوجها وتحاول أن تراوده بالطريقة التي يبقى بين أحضانها وفي جدرانها لهذا لا بد أن الإنسان يراعي هذه الصفات النفسية والعازب الحقيقي هو فترة زمنية مضت لكن لا بد أنه يستمر على الحياة التي هي مليئة بالمسؤولية ومليئة بالسعادة أيضا لن أطيل عليكم مستمعي الأفاضل نريد أن نفتح النقاش حول هذا الموضوع موضوع العزوبية هل حقا ما يقال عنه بأن العزوب يتاج على رؤوس العزاب لا يراه إلا المتزوجون هل حقا المتزوجون الأكثر سعادة أم أن العزاب في ظل الضرفي الراهنة هم أصحاب الحظ السعيد يحضون بالحرية ويحضون بالحياة السعيدة والنعمة الكلمة لكم أيها الأحباب الكرام تعرضون تجارب حياتكم وتعبرون عن مشاكلكم وهمكم الغاية هي أننا نتعرف عن الإيجابيات وعن السلبيات لكي نصلح من وضعيتنا الأسرية ونصلح من حياتنا في هذه الدنيا حتى نصير برحاب الاستقرار والطمأننة والسكينة أرقامنا الهاتفية كالعادة هي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لكم